يمكن موضوع اليوم من أجمل الموضوعات المحببة لكل المؤمنين والمسلمين والصائمين ومحبي هذا الشهر الكريم في رمضان كيف يستجاب الدعاء وأغذب الأسباب في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من أين نبدأ؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام أبدا ولا تحويه الظنون ولا تناله الآفات ولا المنون الذي أنزل على عبده صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب الطيب المكنون أخرج بقدرته رتب الثمار من يابس الغصون خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون سبحانه إذا قدى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بداية أشكر حضرتك على هذه المقدمة الجميلة الله أحفظ في اختيار الموضوع الدعاء أفضل شيء في الحياة وأفضل نعمة في الحياة إن ربنا بيستجيب دعاء الإنسان ولذلك الآية التي تفضلت حضرتك بذكرها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آية الله تبارك وتعالى أوردها في القرآن الكريم في صورة تسمى صورة البقرة وأوردها في وسط الآيات التي تحدثت عن الصيام لأن الآيات التي تحدثت عن تفصيل الصيام الله أوردها في صورة البقرة وسط هذه الآيات الله تبارك وتعالى جاء بهذه الآية وأتى بهذه الآية وإذا سألك عبادي عني لم يقل لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم لأن الدعاء لا توجد فيه وسط الشيء الوحيد الذي لا توجد فيه واسطة في القرآن الكريم ولم يرضى الله تبارك وتعالى أن تكون من خلاله واسطة تصور يا سيدي هذا كلام يريدت نفهمه حتى لو كانت هذه الواسطة هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام هي همسة وسر بين العبد وربه صحيح ادعو الله بما شئت الله تبارك وتعالى في جميع الأسئلة والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سؤل قبل بعثته وبعد بعثته أسئلة كثيرة يسألونك عن الجبال السؤال قل القل لهم يا محمد ينسفها ربي نسفه يسألونك ماذا ينفقون قل لهم يا محمد العافو الحاجة الزائدة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خين فللوالدين والأقربين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الخمر والميسري قل فيهما إثم كبير كل شيء يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل إنما علمها عند ربي كل سؤال كان يسأله صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى يقول له لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن سألوك عن كذا يا محمد قل لهم كذا أما السؤال الوحيد الذي لم يرضى الله تبارك وتعالى أن تكون هناك فيه واسطة هي مسألة الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لما قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فننديه نزلت الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء من أي إنسان يستجيب الدعاء من العاصر يستجيب الدعاء من المطيع يستجيب الدعاء من المظلوم يستجيب الدعاء من أي مخلوق خلقه الله في الحديث النبوي لو أشعص أخبر لو أقسم على الله لأبره صحيح يا سيدي في زمان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام انظوا إلى هذا الشيء الجميل عابد من بني إسرائيل عابد صنم يعبد صنم يقوم بعبادة صنم كان إذا أراد شيئا كان يدعو صنمه يقول يا صنم يسقني يا صنم أطعمني يا صنم محتاج يا صنم يشفيني يا صنم يا صنم وبينما هو على هذه الحالة يطلب من هذا الصنم يا صنم أخطأ هذا اللسان فبدل من أن يقول يا صنم قال يا صمد والصمد هو الله قل هو الله أحد الله الصمد الصمد هو الله الله تبارك وتعالى قال له لبيك عبدي ماذا تريد سيدنا موسى تعجب يا رب أخطأ لسان هذا لا يدعوك أن إنما يدعو هذا الصنم أخطأ لسان هذا العبد من الصنم إلى الصمد أفتقول له لبيك عبدي فأوحى الله إلى سيدنا موسى أن يا موسى إن لم أجبه فما الفرق بين الصنم والصمد يا موسى فكم لبيت عبدي إذا دعاني وراعيت الودادة وما رعاني أنا المرق الصطور على المعاصي على عبد الجسور إذا عصاني أيحمل بي يا موسى إذا العاصي أتاني وعاتب نفسه فيما جفاني وجدد توبة منه وأبدى تضرعه بدمع منه قاني أأقنطه وأمنعه جناني فكم أعددت للتواب عندي من الخيرات في غرف الجناني